السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهدي معكم في هذا البرنامج التعليمي للبيك مايكرو كنترولر متحكم بيك من صناعة مايكرو تشيب سوف نبدأ بنوع بسيط منه وهو بيك 16F84 هذا هو أولا نقبل كل شيء عندما نختار نوع البيك يجب دائما تحميل الديتاشيت أي الوثيقة اللي فيها كل المعلومات الخاصة بهذا المتحكم يمكن تحميلها من الموقع مايكرو تشيب يعني حملت الآن الديتاشيت البيك 16F84 كما كنت قدروا تشوفو فيه مزاف معلومات الآن سوف ندرس بين دائجرام يعني الأرجل يعني كل رجل الواج متخصيصة في البيك 16F84 فيه 18 رجل نلاحظ أيضا أنه فيه VDD لدينا VSS VDD والVSS هم رجلين لتزويد بالطاقة الكهربائية VDD هو الإيجابي والVSS هو الموجب والVSS هو السلبي أيضا نرى أنه فيه بورت A و بورت B الاتنين من بورت وهما BIDirectional Port يعني ثنائية اتجاه يعني أنه يمكننا جعلهم كخروج يعني يعني Output يعني أننا نكتب نبعت منه نبعت منه المعلومة أو كدخول Input يعني أننا نقرأ المعلومة البرت A فيه خمس أرجل A0 123 حتى الخارج والبرت B فيه 8 RB0 حتى RB7 RB1 23 حتى 7 عنا أيضا في الريج الـ 15 والـ 16 عنا فيها External Clock يعني الساعة الخارجية واللي هي اللي تعطينا Timing تعمل Microcontroller تعنا عنا أيضا MCLR يعني اللي هي Reset Pin When It Goes Low Reset يعني أنه عندما الPin هذا يكون Savor يوقع للبرنامج يعني أنه يذهب يعود إلى السفر يعني من البداية من بداية البرنامج العموم هذا هو بصفة عامة Pin Diagram يعني كل رجل دور تحا يمكن التطرق في فيديوهات قادمة إن شاء الله ل أشياء أخرى مثل Interrupt Clock In Clock Out والأشياء أخرى إن شاء الله لا تنسوا زيارة موقعنا اللي سوف يكون على الشاشة وأقول لكم نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله وأتمنى أن كنت واضح وإذا عندكم أي ملاحظة يمكن كتبتها وأنت سوف إن شاء الله أرد عليكم السلام عليكم